اعلنت المؤسسة العامة لرعاية السكنية اتخاذ اجراءاتها القانونية لاخلاء عدد من المساكن المؤجرة بعد ان انتهت عملية التدقيق والرقبة الى وجود عدد من الحالات حصلت على رعاية دائمة من المؤسسة منذ سنوات ولزالت تحتفظ بمساكن مؤجرة بما يخالف القانونة واشارت السكنية الى توجيه عدة انذارات لاخلاء تلك المساكن استجاب لها عدد كبير من المواطنين فيما طلب اخرون تمديد المهلة بينما رفض البعض اخلاءها بعد انتهاء المهل الممنوحة لهم وعليه اتخذت بل اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم